بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي طلاب شركة آفاق التعليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم معدنا مع درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي وهو بعنوان جمع المئات أخذنا في صف أول ابتدائي يا أولاد كيف أجمع الأرقام الصغيرة يعني مثلا لو قلت ثلاثة زائد خمسة طبعا بسيطة جدا عليكم كنا بنجمعها بتطلع كم؟ ثمانية ممتاز طيب بعد كده أخذنا جمع العشرات كت نفس الطريقة لكن لما اجي قولك كم؟ ثلاثين زائد خمسين كيف كنت أجمع ثلاثين زائد خمسين؟ ممكن تجمع السفر مع السفر يساوي سفر ماشي صح؟ وثلاثة زائد خمسة ثمانية يعني الأحد أجمعه مع الأحد والعشرات مع الجمعه مع العشرات أو تجمع على طول ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية يبقى أكيد ثلاثين زائد خمسين يساوي ثمانين هي هي نفس الشيء اليوم هناخد بإذن الله جمع المئات طيب تعالوا نشوف كده لو عندي لوحة المئات هذه اللوحة عندي ثلاثة منها يعني ثلتمية هذه مية ومية ومية صير كم كلها؟ ثلتمية طيب الثلتمية ذول عايز أجمع معهم مية متين ثلتمية ربع مية كيف أجمع الثلتمية زائده ربع مية طيب ثلاثمئات ذول ثلاثمئات وذول أربعمئات ثلاثة زائد أربع يساوي سبعة يبقى 300 زائد 400 يسوي 700 300 زائد 400 يسوي 700 300 بكم؟ 300 400 يسوي كم؟ 400 يبقى أكيد لما أجمع 300 زائد 400 الحل كله يسوي كم؟ 700 يبقى جمع المئات كأنك تجمع الأحد بالزبط تجمع الأحد مع الأحد 0 زائد 0 يسوي 0 والعشرات مع العشرات 0 زائد 0 بردو يسوي 0 وبعد تجمع المئات 3 زائد 4 يسوي 7 طب تعالوا نشوف كده لو أنا مثلا هاخد السؤال الأول هنا هذا السؤال عايزة أجمع 600 زائد 100 طبعا هو موجود الحل موجود قدامك 600 زائد 100 يسوي 700 كيف أجمعها؟ اجمع 6 زائد 1 يعني 6 زائد 1 يسوي كم؟ 6 زائد 1 يسوي 7 صح؟ 6 زائد 1 يسوي 7 يبقى أكيد 600 لما أجمع لها المئة يسوي 700 ممكن واحد يجمع الأحد مع الأحد يعني 0 زائد 0 يسوي 0 والعشرات مع العشرات 0 زائد 0 تاني يسوي 0 ويجمع المئات مع المئات 6 زائد 1 يسوي 7 يبقى الحل كله كامل 700 ممكن واحد تاني يعمل حاجة تانية أسهل يقول 600 يعني 6 مئات و 100 يعني 100 واحدة 6 زائد 1 يعني 600 زائد 100 تسوي 700 طب تعالوا نجرب كده تعالوا نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني يقول لك 300 زائد 300 طيب أنا عارف إن 3 زائد 3 تسوي 6 3 زائد 3 تسوي 6 يبقى 300 زائد 300 كام يعني 300 زائد 300 كام 600 خلاص ولو حبيت تجمعها الأحد مع الأحد 0 زائد 0 يسوي 0 ماشي صح العشرات 0 زائد 0 يسوي 0 صح مظبوط المئات 3 زائد 3 يسوي 6 مظبوط يطلع نفس العدد لكن أنا أقول لك الأسهل الأسهل ليك إنك تجمع كي إنك بتجمع 2 زائد 3 يعني مثلا السؤال الثالث هنا السؤال الثالث اللي إحنا موجودون عنده الحين لا تجمع كل بقى تجمع الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات أو تجمع الـ 2 زائد 3 بس أنا عارف إن 2 زائد 3 يسوي 5 2 زائد 3 يسوي 5 يبقى 200 زائد 300 كام 500 500 نفس الحكاية هنا برضو 700 زائد 200 هجمع 7 زائد 2 بس 7 زائد 2 يسوي كام 9 هنا نفس الشيء لكن هنا الجمع رأسي تحت بعض يعني نفس الشيء عايز تجمع الأحد مع الأحد ممتاز عايز تجمع العشرات مع العشرات ممتاز عايز تجمع المئات مع المئات نفس الشيء طيب لو عايز تجمعها مرة واحدة كده 400 زائد 300 تعمل ايه؟ تجمع الأربعة زائد 3 بس 4 زائد 3 زائد ما خدناها في صفة أول وإحنا صغيرين لسه 4 زائد 3 يسوي كام؟ يسوي 7 500 زائد 300 يسوي 700 هنا نفس الحكاية برضو 500 زائد 300 أكيد هتسوي 800 هنا ما في رقم هنا هنا سفر بس يبقى أكيد هتطلع نفس العدد كام؟ 500 طيب تعالوا ننتقل للصفحة الثانية نفس الشيء أنا ممكن أسيبها لكم تحلوها في البيت تدرب عليها سواء العشرة سواء الحداشر سواء الاثناشر تلاتاشر هذا أتدرب ممكن تتدرب عليها في البيت وتحل لحالك ممكن أحل لكم هنا برضو سؤالين كده مع بعض عشان نتدرب عليها أكثر نخلي كل ده كده تحلوا في البيت وتتدرب عليه تعالوا مسلا نحل دول تعالوا نحل 600 زائد 200 600 زائد 200 كيف حلها 6 زائد 2 كل المئة عليك إنك تجمع 6 زائد 2 6 زائد 2 يسوي كام؟ يسوي 8 يبقى 600 زائد 200 كام؟ 800 إنك بتجمع المئات هنا نفس الشيء أي رقم تجمع عليه سفر يطلع هو نفسه طبعا نفيش أي حاجة صعبة طيب تعالوا شباب نشوف السؤال اللي تحت يقول لك معها ناء 700 ريال يبقى معها المبلغ الكلي 700 ريال إذا أعطاها أخوها 200 ريال أخرى يعني هي معها 700 وأخوها أعطاها 200 زيادة زيادة علي معها يعني هي معها 700 وأخوها 200 ريال أخرى زيادة علي معها فكم ريالا يصبح معها؟ طيب هو هنا بدي لك الجملة وأنت بس كل ما عليك إنك تشوف الإجابة الصحية كام؟ هي كان معها كام في الأول؟ 700 أعطاها أخوها كام؟ 200 200 نفس الدرس جمع المئات كيف أجمع 700 زائد 200؟ ما عليك إنك تجمع 7 زائد 2 فقط 7 زائد 2 يساوي كام؟ يساوي تسعة 7 زائد 2 يساوي تسعة يبقى 700 زائد 200 يساوي كام؟ 900 يبقى 700 ريال وأعطاها أخوها 200 ريال يصير معها 900 ريال وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر